سلام عليكم لبنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ونحبكم من جديد في القناة اليوم حبيت نتقاسم معكم فكرة عشاء أو غداء سهلة وبسيطة اللي هي أغغتان بالروز صدقوني لبنات بزاف بزاف بنين نتمنى حتى أنتم تجربوا هذه الكيفية وأكيد ستعجبكم تبعوا معي كامل الخطوات فرجة ممتعة للجميع ونبدأوا مباشرة مع أول خطوة نجيب قدر ولطنجرة نحط فيها كميات على الماء نحط فيها زوج ملاعق كبار على الزيت وشوية على الملح لحسب الكميات على الروز اللي راح نغليه من جهة واحد أخرى راني خسل تمليح الروز تاعيزو جمرات وصفيتو كما راكم تشاهدو نستناه حتى يغلي هادا كل ما ومن بعد نحطه يطيب مدة عشر دقائق إلى أربع ساعة اذا بعد ما يطيب لي الروز التاعي نصفيه ونخليه على جهة من جهة واحد أخرى نحن نوجد لابة شمال راني دي جادرت معكم في القناة الوصفة شحام المرة ونحنعودها معكم على السريع نجيب الكاسر هنا تاعي نحط فيها هنا تلت ملعق كبار معمرين تاع زبدة أنا راح ندير لتر تاع الحليب لأنه عندي كمية شوية كبيرة تاع الروز ومن بعد نبدأ نحرك في الفارينة اللي هي أربع ملعق تاع الفارينة نبدأ نحمص فيها في هذه الزبدة ومن بعد نبدأ نضيف في الحليب بالتدريج كما تشوفوا مع الخلط المستمر إذا كان عندكم مكعبات جومبو نضيف زوج مكعبات وتستغناء على الملح والففلكحل أو جسط طيب راح نضيف بزاف بنينة إذا ما عندكم شتيروا شوية تاع الملح نضيف شوية تاع الففلكحل وفي الأخير بعد ما تتقلكم لابة شامل نضيف شوية تاع الجبن المبشور ونرح الآن نوجد الحشو نضيف مقلات نضيف شوية زيت ونضيف فيها حبة تاع بصل تكون كبيرة أو زوج حبات متوسطين اتقطعوهم هاكذا صغار كما تشاهدوا نضيف معهم زوج سنات تهم محكوكين نخلط هذك البصل باش نقليه كما تشاهدوا نضيف مقلات تحضير تنزيم ونقليه كما تشاهدوا ومن بعد نضيف عليه كمية الجاج مقطع كما راكم تشاهدوا مكعبات وتقدروا تبدله او تعاوضه بالسكالوب بتاع الدنت او الديك الرومي نحط هذا الجاج كما تشوفه مقطع ونبدأ نتبل نضيف شوية الملح نضيف لها شوية الفلفل لكحل نضيف هنا كمية سكنجبير نضيف شوية الكوركم ونضيف شوية الكوري دجاجي لما عندكم ما عليش تقدروا تستغناء عليه نحرك هكذا الجاج مع التوابل والبصل ومن بعد نجيب كاستا على الماء ونمرق هذك الحشو التاعي نغطيه ونخليه طيب تقريبا مدة 20 دقيقة وكي نشوف الحشو التاعي طاب البنات نضيف له شوية على المعدنوس نقطع ونخليه حتي ينشف تماما ملمى من جهة واحد اخرى نجيب هنا المولاق غتان ندهنه بشوية على الزبدة او الماكارين نحط فيه طبقة الاولى اللي هي طبقة الروز بهذا الشكل ومن بعد نشمخ هذك طبقة الروز ببزوج ولا ثلاث ملاعق كبار مع مرين تعلا بشامل باش يجينا الروز تاعنا مشمخ من الداخل وفلا هكذا البنات كي ما كونتشوفو بعد ما ضفت لابي شامل نخلط هذك الروز هكذا بالملعقة بهذا الشكل باش ما يجي ناش ناشف من الداخل ومن بعد نضيف له طبقة تاع الجبن هنا اذا كان عندكم الجبن تاع المتلاتات ولا ديروا هكذا قطعه هذك عشوائيا لداخل في الوسط ولكن عندكم هذا تاع الكاغي تاع اللي صندويج ثاني قطعوه بهذا الشكل وحطوه هكذا في الوسط وكطبقة اخيرة نحطو الحشوات تاعنا كي ما لكم تشاهدو بهذا الشكل ومن بعد نضير الطبقة طالة بشامل من فوق باش نغطي الحشو والروز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا نضير هنا كميات على الجبن المبشور من فوق باش نغطي طبقته بشامل وندخل الصينية التاعي في الفرن اللي كنت سخنتو من قبل كل شي رح طايب رح نخليه مدة 10 دقايق فقط جيست بوقل الوغراتيني ونعود انقدموه مباشرة لكي نقوم بشامل وهذا هو الطبق التعنات على اليوم الروز بالشامل بالحشوت على الدجاج جامل أروع ما يكون البنة ما نحكي لكم شروعة نتمنى حتى أنتم ما تجربوه نقولكم شكرا على حسن المتابعة نلتقي في كيفيات أخرى بإذن الله مع السلامة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة